اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في موعدكم الثابت مع برنامج الملعب وعلى القنوات السعودية الرياضية وقدمه لكم أنا سليمان الجبر نناقش فيها جميع القضايا الرياضية ومعنا الضيوف في الاستوديو أحمد الدوسري أبو بتال أبو بتال أهلا وسهلا بكم أهلا أخو سليمان نرحب فيك نرحب بالسعادة المشاهدين والمشاهدات ونشارعا نقدم مادم ميزة ليلة بإذن الله وينضم معنا أيضا فهد الجلعودي أبو سيفة أهلا وسهلا بك أهلا والله فيك أحمد وأنا سعيد بوجودي معك ومع الأخ أحمد أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام بداية كما عودناكم إلى العنوين رئيس الهيئة التغيير سيطال الكل عيد يدعو الجماهية للوقوف خلف المنتخب الأندية صفا واحدا مع الأخضر قريبا نظام موحد للملاعب السعودية أهلا وسهلا بكم من جديد نكرر دائما مشاهدين الكرام أنتم الرقم الصعب في هذا البرنامج والمتابعين شاركونا عبر أرائكم وأسئلتكم وأقتراحاتكم لأراء الضيوف عبر هاشتاق البرنامج الذي يظهر على الشاشة بداية نرحب بكم الجديد مشاهدين الكرام عن طائفنا الكرام اليوم عقد مؤتمر صاحبي عقدة عبدالبون سعد الأمير صاحبي سمو الملكي تكلم فيه عن تحسين الملاعب كيف شفت المؤتمر والله هي تقريبا الموضوع هذا تقريبا أخذ له أكثر من 9 شهور من بداية تأسيس اللجنة لجنة تحسين الملاعب يعني أخذت عمل ودراسة وتحديد أهداف خلال الفترة الماضية زيارة ملاعب بالطلاع على المنشآت التوصيات وحتى الهدف التي تيرونت اليوم ننتظر منها تكون في صالح الجمهور الرياضي السعودي الجمهور الرياضي السعودي صراحة يستحق منشآت وملاعب على قدر عالي أو على مستوى عالي من التجهيزات الجمهور السعودي يمكن في الفترة الأخيرة الملاعب المدرجات شهدت نقلة نوعية ولكن أعتقد أن الجمهور يحتاج إلى نقدر أن نقول أنه بيئة أفضل من البيئة الموجودة الآن من ناحية التنظيم من ناحية وسائل النقل من ناحية وسائل الترفيه تحفيز الجمهور على الحضور والمشاركة في دعم الأندية وحتى المنتخبات نتطلع أن نرى نتائج أفضل إن شاء الله مستقلا بإذن الله أبو سيف خلني أبدأ معك التوصيات النهائية لتحسين بيئة الملاعب وفريق العمل بدأوا على أسس صحيح الأسس التي قدموها هي الأهداف ومحاول الدراسة وترتيب أهمية الخدمات المقدمة حسب أراء الجمهور وإستطلاع الجمهور يمكن أول مرة نرى استطلاع الرأي يكون له رأي الجمهور في القرار يشارك في القرار صحيح بدي تناقشني بالقرارات اللي صارت هل فعلا هذه طبيعة الجمهور طبيعة استطلاعهم والله أخوي أنا صراحة معجب بفكرة دخول الجمهور في عمل اللجنة الحالية يعني هذه مؤشر جيد فيه عمل جدي وفيه مؤشرات لوصول ملاعبنا إلى تكون مواقع جذب للجمهور يعني أنا صحيح أن اللجنة هذه جاءت متأخرة لكن أن تأتي متأخرا خيرا لا تصل أبدا يعني أنا أعجبني بالموضوع أكثر يعني إشادة الأمير اليوم عبدالله في عمل اللجنة يعني عملهم خلال تسع شهور يعني ابتدأوا من أول شعبان 1436 يعني فترة كافية كافية أنهم يعرفون النواقص الذي تحتاجها ملاعبنا نملك جمهور كبير ويستحق يعني إحنا جمهورنا محسودين عليه والكل يتمنى الجمهور السعودي فأتمنى أن يعني المشجع يذهب إلى الملعب يعني ليس مشاهدة كرة غدام بل للتنزه والتسوق يعني هذا الأمر يعني حق مكتسب للمشجع السعودي والجمهور السعودي صحيح أن يذهب إلى الملعب ليس مشاهدة كرة غدام بالعكس أن يذهب للتنزه والتسوق وتقدم له خدمات كبيرة نملك يعني الجمهور السعودي بضاعة يحتاجها الجميع أبو بتال في قرار أو من التوصيات النهائية اللي أوسط بها فريق العمل لو تقرأ عندك موجود في اللائحة تفيني تقديم الجمهور للشكاوي بخصوص الخدمات هل الشكاوي راح تقرأ من ضمن الفريق العمل هذا راح يقرأ الشكاوي وراح يطبقها دام أحد توصيات واحدة البعود الموجودة واحدة الأشياء التي تطرحت مفترض أنها تكون ذات محل اهتمام أقل شيء أنه الاطلاع عليها ومعرفة وش بالجمهور تحديدا هم ركزوا أكثر شيء على الخدمات الخدمات يمكن هي عامل جذب الأول الجمهور إذا توفرت الخدمات كل الخدمات لا بد يكون عندك أرضية أو بنية تحتية كاملة للخدمات سواء خدمات المواصلات الترفيه الخدمات الغذائية المشروبات كل الأشياء هذه يمكن تكون بسيطة في نظر المسؤول ولكنها مهمة جدا للمشجع اللي يجي للملعب إحنا عندنا مشكلة يمكن ملعب الملك عبدالله في جدة طبقوا موضوع البواب الإلكترونية يعني سبقوا ورياض والمناطق الثانية في موضوع البواب الإلكترونية وترقيم المقاعد حتى وإن كان ما فيها التزام يعني بشكل كامل ولكن التجربة هذه يعني المفروض أنها تعمم على الملعب كلها يعني طبقت في جدة والآن مفترض أنه من بداية موسم هذا تطبق أولا في الرياض ومن ثم ملعب المنطقة الشرقية والقصية وملعب المملكة بالكامل الجمهور الرياضي زي ما قلت أرجع لكل موضوع الخدمات إذا توفرت الخدمات بتكون وسيرة جذب الجمهور بشكل عام حيحضر يعني كل الجماهير تحرص على دعم دعم ديتها بالتواجد بشكل مكثف نشاهد أرقام جماهيرية عالية صراحة الموسمين والثلاثة الموسم الماضية حتى مطلع الموسم هذا يعني شفنا أرقام أرقام مميزة ما أقول أرقام كبيرة يعني شفنا 15 ألف وشفنا 18 ألف وشفنا 20 ألف والملاعب تستوعب أكثر من أرقام هذه بكثير ولكن إذا توفرت الخدمات إذا توفرت الخدمات بشكل كامل أنا أجزم أنه حتى يمكن ساعة الملعب ما تكفي للجمهور زي ما قال أخوي أبو سيف أنه الجمهور الرياضي السعودي يعني حتى شركات اللي خارج المملكة تستهدف أنها تستثمر وتعلن في الملعب السعودية لأنه شافت أنه الجمهور السعودي جمهور كبير وأرقامه وحضوره بشكل هائل فأتصور لو توفرت الخدمات هذه بشكل كامل أتوقع أنه حتى من صالح الأندية أنه يزيد مداخلها أنه يكون كل المباريات تكون فيها الحضور الجماهيري عالي أنا ليش ضربت لك مثل في ملعب جدة ملعب جدة الملعب الملكة عبدالله رحمها توفرت فيها خدمات كاملة وشفنا مباريات يعني القطبي جدة الأهلي والاتحاد يعني ضد أطراف ثانية ضد أطراف غير جماهيرية وكان الملعب يصل إلى 40 و50 ألف متفرج فكل هذا بسبب الخدمات التي تقدم في الملعب والبيئة المناسبة لتجذب الجماهير للحضور أنا أتصور لو توفرت هذه العوامل كلها وعممت في جميع الملعب المفترض أنه يعني يكون في حضور لا يقل عن 30 إلى 40 ألف في كل مباراة وأرى أنه حتى المسؤول يعني ما ينتظر المشجع أو ينتظر الناس تجي وتشتكي المفترض أن الأشياء هذه الخدمات والبيئة الملعب تكون ستاندر ثابت يعني ممكن تاخد تجربة الدوري الإنجليزي الدوري الألماني الدوري الأسباني طبعا هذه تحتاج سنوات طويلة ولكن ممكن يعني تاخد يعني شيء جزء منها وطبقها كل موسم تطبق شيء كل موسم تطبق حاجة ثانية أعتقد أنه خلال خمسة أو ستة موسم ممكن نكتصل للبيئة والأجواء المناسبة في الملعب الأوروبي وملعب السعودية مهيال بإذن الله أقل إن شاء الله بوسيف التوصيات كثيرة اللي خرج فيها أفريق العمل لكن فيه واحدة شدتني هنا أنه إيجاد لائحة عقوبات خاصة باستخدام الألعاب النارية في المدرجات ورمي المخلفات على الملعب وتكسير المقاعد والتدخيل يعني العقوبة لا تطال النادي فقط لا تطال الجمهور صحيح هذا شيء أنا نفس الشعور أنا أعجبني أن تكسير المقاعد والتدخيل هذه مهمة أنا أريد أن أذهب مع أطفالي تكون بيئة البيئة بيئة صحية بعد الموجود التدخيل فطبقوا السنة هذه لكن أنا أتمنى من الجمهور يتواصل مع اللجنة فيه هناك نية صادقة الآن لدى الأمير عبدالله بمساعد واللجنة تشكيل فيه نية صادقة لجعل الملاعب السعودية جاذبة للجمهور نرجو من الجمهور لا نضع العمل كله على عاتق اللجنة أنا أطالب الجمهور السعودية أن يتواصل مع اللجنة هم وضعوا رقم هاتف وصهورة التواصل مع اللجنة فأرجو من الجمهور السعودية التواصل معهم بتقديم ملاحظات أو اختراحات أو حتى شكاوي فهذا الأمر يطلب من الجمهور أنه يكون هو الرقم الصعب بالموضوع هذا إذا كانت العقوبة للجمهور تتوقع أن يتخفض للنادي عقوبة لجنة الانضباط طبعا مهم جدا أن يكون العقوبة للجمهور هذا مهم جدا لكن النادي طبعا مطالب أن يطلب من الجماهير ومشجعينه أن يلتزموا بالقوانين حتى النادي أرجو مني حتى تقديم الروابط العندية والشكل اللائحة هذه تقدم للجماهير أنها ستكون هناك عقوبات وعقوبات قاسية جدا صحيح وبالتالي تليقك العقوبات الفردية أنا ممكن لفت نظري هو التدخين التدخين كان قرار من العام الماضي أو أعلن العام الماضي ويعني منح ومهلة أو تماما منح مهلة لمدة الضارف ثلاثة شهور ما أسعبهم الوقتنا من طبقنا الموسم الماضي بداية الموسم هذا موضوع التدخين أعتقد أنه أقر عقوبة 200 ريال أقر أقرت وأعلنت وفي شاشة الملاعب حتى في الجولة الأولى والثانية وحتى في مباراة كاسو للعاهد التي يقيمت كان فيها إعلان في الشاشة الداخلية للملعب أو الشاشة التي يسمونها الساعة الساعة التي في الملعب التي فيها النتائج أنه 200 ريال مخالفة كل مدخل طب إذا كان فيه حضور جماهيري كثيف أو مباراة مهمة آلية الآلية الآلية ما أدري بس أنه مجرد الإعلان ومجرد تطبيقه أنه ترى المشجع يعني اللي يمسك وهو يدخن سيدفع غرامة مالية من تيريال المفترض أنه أنه الجماهير تلتزم ما تنتظر الضقيب أنه يراقبها في الملعب وهذه طبعا من أدوار الجماهير يعني الجماهير برضو لها دور الدور مش على المسؤول بس الدور حتى على المشجع المشجع الذي يدخل الملعب المفترض أنه يتعامل مع المنشأة أو يتعامل مع الملعب والمدرجات كأنه ملك خاص له أنه الكرسي الذي يجلس عليه في الملعب ممكن يجلس عليه مرة ثانية ممكن يشجع برضو سيجلس عليه في اليوم التالي أو في مبارأة أخرى سحي فلابد أنه ثقافة الجماهير وأعتقد أنه الجماهير السعودية على الغالبية أنه أنا أجزم أنه على قدر عالي من الوعي ويلتزم بالتعليمات إذا وجدت ويلتزم بالنظام إذا وجدت هناك أمر آخر بس سليمان اللجنة أعطت أولوية القصة الأولوية الأكبر للشكاوي الجماهير هذا استكمال يعني أنا قرأتها الآن هذا استكمال لكلامي أن الجمهور مطالب أنه يعني يضع يده بيد هذه اللجنة يعني والتركيز على شكوى الجماهير الشكوى ستأخذ بعين الاعتبارات نحن رأينا الأستاذ ياسر المسحل في مداخلة في بالقناة السعودية الرياضية قال يعني الباب مفتوحة والاتصالات مفتوحة فأنا أقول لك أن الجمهور يعني أعاني مطالب هو بالوقوف مع هذه اللجنة هناك فإنية صادقة بأن اللجنة أنها تريد أن يعني تنفذ قباره للسنوات الماضية نغلق ملف فريق عمل تحسين الملاعب وننتقل للمحور الآخر وهو المحور الأهم في هذه الحلقة وهو المنتخب السعودي الذي يلاقي منتخب تايلند يوم الخميس المقبل ما عاد بقى وقت أبو بطال لاهي في الهاشتاك أقول ما عاد بقى وقت أي خلاص إن شاء الله خطوة أولى للمنتخب إن شاء الله يوم الخميس القادم قدام تايلند طبعا الأوضاع إن شاء الله مهيئة للجمهور السعودية لا أود أن تسترسل أبو بطال أود أن نطلع التقرير عدو الزملاء بندر شو الزملاء في الإعداد نتابع التقرير ونرجع لكم رفعت راية البلد فوق البيارك شامخة وحنا معاكم للأبد إنجاز ما هو شي جديد يا منتخب طبعه عنيد هذه عوايدكم أكيد وحنا معاكم للأبد هنا تبدأ تسقط الشعارات ورموز الأندية ليبقى الشعار المنتخب حاضرا يرفرف عاليا لا يحضر الإنجاز ويتحقق إلا بالدعم والمساندة من جميع أطياف المجتمع السعودي هكذا هي سنة الحياة لا شيء يبقى كما كان عليه لكن البطل لديه بذرة كلما أسقيت بالدعم والتفاؤل نجح وكسب الثقة وعاد كما كان الأندية لا شك بأنها العمود الفقري للمنتخب الوطني دون دعمها ومساندتها لا تقوم قائمة للمنتخب لتموت تلك البذرة وتصبح النتائج عكسية على الأداء والنتائج لذلك نشاهد الآن الدعم من مختلف أندية الوطن للوقوف خلف الصقور الخضر لتحقيق منجز التأهل لكأس العالم 2018 في بلاد الدب الروسي حملات الأندية من شمال المملكة لجنوبها ومن غربها لشرقها تسيير حافلات تنطلق بالجمهور للموعد المنتظر يوم الخميس القادم أمام منتخب تايلاند كل التوفيق لمنتخبنا الوطني بالدعم والمؤازرة نصل بإذن الله شكراً للزملاء في الإعداد على هذا التقرير نذكركم في هاشتاق البرنامج برنامج الملعب والذي يظهر لكم أعلى الشاشة أبو بتال خلني أبدأ معك قاطعتك في الكلام كيف تشوف حملة الأندية ومساندة الأخضر طبعاً أكيد هذا واجب ما فيها يعني مع الجمهور السعودية والأندية ما تحتاج حملة أو دعوة إلى دعم المنتخب المنتخب هو الرقم واحد هو الفريق الرقم واحد للوطن تدوش عرات الأندية اليوم الخميس القادم إن شاء الله ويبدأ الجمهور السعودي في دعم المنتخب مشوار صعب مشوار طويل غياب عن مونديالين 2010 و2014 مش بالأمر الهيين ولا بالأمر السهل المنتخب يعني بحجم المنتخب السعودي تعودنا من 1994 إنه يكون فيها حضور في 1994 و1998 و2002 و2016 و2006 عفواً حتى ولو كان الحضور يعني غير يعني يكفي الوصول نحن نحن بالوصول يمكن هذا الجمهور يمكن هذا الشيء اللي يطمح للآن أنه خلاص إحنا وصلنا كأس العالم في أربع مرات نبغى ننافس نبغى نوصل نبغى نصعد دور 16 دور 8 يعني هذه يعني أنا أعتقد أنه حلم وحق مشروع لكل مشجع ولكن يعني تعرف أنه إحنا يمكن منتخبنا يحتاج وقت طويل لأنه ينافس منتخبات العالمية أعود للتصفيات تصفيات أنا أقول لنا يعني إن شاء الله مشوار طويل ومشوار يعني إن شاء الله ما يكون صعب يمكن التدرج في المباريات أنا أشوف أنه البداية بتكون مع تايلنت ثم العراق مبارتين الأولى هي اللي ممكن تحدد ملامح ملامح المنافسة في أو ملامح حظوظ المنتخب إن شاء الله في المجموعة ست نقاط لا تقبل للتفريط أعتقد أنه أنه هي يعني هم كل لاعب وهم كل مشجع سعودي في أول مباراة ثلاث نقاط ثم في أمام العراق ثلاث نقاط أعتقد أنه التركيز عليها سيعطي دفع معنوية كبيرة قبل مواجهة اليابان وأستراليا ومن ثم الإمارات تمنيات إن شاء الله كل التوفيق والنجاح وأن يعود المنتخب إن شاء الله بس نقاط كاملة رب خلي بس ألك ببتال الحملة هذه توجه ضغط لدارة المنتخب واللاعبين خصوصاً إن الاتحاد مو بناقس الآن يعني هو بحاجة لدعم أكثر من زيادة للضغوط لا بالعكس يمكن هو اللي يبادر قصدك الاتحاد السعودي وكتقدم صحيح الاتحاد السعودي وكتقدم ممكن هو اللي يبادر بطلب الدعوة من الجماهير يعني إعلان الشراء التذاكر كاملة والدخول مجاناً هذه حملة الأندية نفسها حملة الأندية هذه تسبب ضغط للأندية للاعبين المنتخب لا ما أعتقل يمكن لعبين المنتخب كلهم من الأندية الكبيرة ومتعودين على الحضور الجماهيري ومتعودين على المبارات التنافسية ولكن أجواء المنتخب تختلف ولعبين محترفين ما ودي أختلق أعذر بالعكس أنا أشوف أنه ليش نخلي حضور الجماهير ضغط بالعكس حضور الجماهيري ممكن أكبر حافز ضغط للضيف لفريق اللي بيجي عندكين بس للفريق صاحب الأرض وجمهور حاضر باستاذ ملك فهد وستين ألف متفرج بالعكس لما أشوف أنها ضغط بقدر ما تكون عامل حافز وحافز كبير لو تسأل أي لاعب أي لاعب وش الأجواء المناسبة أنه يقدم فيه كل ما يملك يقول لك والله ملعب فل نادراً أو أعتقد أنه مستحيل فرق لاعب يقول لك والله أبغى ألعب ملعب من درجة فاضحة ممكن تكون نتيجة عكسية بالعكس أنا أشوف أنه اللاعب السعودي وصل لمرحلة يعني من الوعي وفيه من المحترفين وفيه من اللاعبين اللي يعتبرون قدوة يعتبرون يعني يعني كباتنا في المنتخب صار لهم يعني اللي لعب 100 أمبراء وللعب 80 أمبراء وللعب 90 أمبراء ما أشوف أنه بالعكس إذا كان يعني إذا كانهم يتكزون على أعذار مثل الأعذار هذه ما أعتقد أنه نبطل أجل الحملة المنتخب ولا وبالعكس أنا أشوف أنه أنه حضور الجمهور إن شاء الله يكون عامل عامل المهم وعامل حافظ بإذن الله بإذن الله إن شاء الله أبو سيف أريد أن أسألك سؤال شوي بعيد تصفيات مدتها سنة يعني من الشهر هذا لين بعد سنة نفس الوقت هذا اتحاد عيد ما رح يطول يعني الانتخابات على قراتهم في النص رح تريد تعتقد أنها رح تكون نقلة للاتحادات نفسها تبغى تثبت الاتحاد القادم يبغى يثبت أن الاتحاد السابق فاشل أو أو إثبات الوجود أحمد عيد أو اتحاد أحمد عيد هو شيء أخوي أشكر فريق العداد على تقرير هذا الجبيل واللي هو إن شاء الله تقرير تشجيعي إن شاء الله للجماهير اللي ما لها أي عذر الآن لحضر المبارات المنتخب لأنه هذا منتخب دولة وليس منتخب أشخاص أنا بس استغربت سؤال عن الاتحاد عيد فأنا دائما أبتعد عن الكلام عن الاتحاد السعودي الحالي ولكن مدى منك سألت لكن الآن في مهمة المنتخب في مهمة وطنية وحلم أي شاب شوف حن المنتخبنا صراحة في هذه البطولة كنت أتمنى أن يكون لجنة خاصة وفي مكانة مطالبات لجنة خاصة تقود المنتخب بعيدة عن الاتحاد السعودي ولكن هذا الأمر لم يحصل وأتمنى لا ندفع ثمنه الاتحاد السعودي التصفيات طويلة جدا وربما يعني الاتحاد السعودي يعني يبتعد عن المشهد قبل في منتصف التصفيات الأمر هذا الأمر هذا الاتحاد السعودي أرجو منه يعني أرجو منه أنه يقدم المطلوب منه قبل الانتخابات يعني هو الآن مشغول بالانتخابات والله العظيم يمكن أعضاء اتحاد السعودي الآن مشغول بانتخابات أكثر من المنتخب فهذا وجود التصفيات وطول مدتها يعني أتوقع أن الاتحاد السعودي في لحظة من اللحظات أنه يعني يوصلنا إلى مرحلة يعني سندفع ثمنها طاليا أتمنى أتمنى أن لا يحدث ما يعني أراه الاتحاد السعودي قصر في ويش اللي ترى أن الخروج المبكر وخروج يعني كوارث إن شاء الله أن هذا الأمر لا يصلح طبعا بفضل العداد السيء للاتحاد السعودي بس المنتخب حقق رقام ترى الفترة الأخيرة هي في التصفيات الأخيرة هي في التصفيات الأخيرة لكن انظر قبلها يعني الكل يتفق أصلا القالبية العظمى الآن تتفق أن الاتحاد السعودي يعني عمله مقصر مع المنتخب لكن الآن الأمر المهم أن اللاعبين اللاعبين والجمهور هو هم يعني يعني عاتقهم عليها مسؤولية كبيرة وجود التحاد السعودي أتمنى يعني أنه يسلم كانت النتائج النتائج الأولية هذه في امبراطة تايلند والعراق ستكون لا سمح الله غير جيدة أتمنى أن يعني المبرأة القادمة ستكون خلال شهر أتمنى أن يسلم المنتخبون اللجنة بعيدا على التحاد السعودي باتقادك أبو بتال ممكن أن يمدد للاتحاد السعودي فترة أحمد عيد التحاد الحالي هذا لا ما توقع لا ولا ولا أنصر لأن وقت الانتخابات مضر المنتخب ما أعتقد بالعكس أن أشوف المنتخب يعني له إدارة خاصة وأعتقد أنه حتى لو جت إدارة أو حتى لو لو أنتخب مجلس إدارة جديد برنامج المنتخب المعد معد من يعني من فترة يعني أستاذ طارق كيال والأستاذ زك صالح باتفاق مع المدرب وحتى عقد المدرب أعتقد أنه ما رح ينتهي معه مع نهاية المجلس الحالي بالعكس عقد مارفك إلى نهاية التصفيات فالبرنامج موضوع سلفا حتى لو جاء رئيس الاتحاد جديد ممكن يعدل في بعض ممكن يكون فيه ضغوطات أصنع المنتخب بالاتحاد الجديد أو الاتحاد السابق في الوقت الحالي ضغوطات من أي ناحية أن تقصد يعني أنه يكون فيها تغيير في برنامج مطالبات يعني بالأفضل يكون مستواهم يعني لا قدر الله في المرحلة القادمة يكون سيئ يكون فيه ضغوطات وأعتقد أنه هذه تدخل في إدارة الأزمة هذه يمكن لها خطة خطة يعني غير معلنة أو خطة خاصة من إدارة المنتخب ومفترض أن يكون فيه خطة لإدارة الأزمة إذا كان فيه أزمة لا فيه توجه بس تفضل فيه توجه الآن توجه من أن مثلا يكون التحاد السعودي يبتعد في نصف التصفيات فتجي الاتحاد الجديد أو اللجنة المؤقتة هذه تكمل المنتخب خايفين يعني اللجنة هذه تكون بادية في منتصف التصفيات فما راح يعني أي شيء سيء قد قدمها اللجنة من أداء سيئ أو عمل سيئ ليس هناك أسوأ من الذي قدمه الاتحاد السعودي الحالي يعني مثلا يقول لك نتمنى أن يكمل الاتحاد السعودي التصفيات كاملة عشان ما نبي يدخل التقية بنصف التصفيات وربما يعني الاتحاد جديد والتصفيات في منتصفها يعني أي شيء قدمه الاتحاد جديد من سوء ليس أسوأ من الذي قدمه الاتحاد السعودي الحالي بس أنا ما عليش بووسيف الآن الاتحاد السعودي هو يعني يمكن إشرافه إداري على المنتخب الفنيين موجودين المدرب موجود هو اللي يضع الجدو هو اللي يضع البرامج هو اللي يضع المباراة الودية وعارف توريخ المباراة الرسمية متى أنا أعتقد أنه حتى يعني حتى مجلس الإدارة أو حتى الأستاذ إحمد عيد ما أعتقد أنه له يعني له السلطة أنه يدخل في عمل المدرب خصويا معلمنا أنه المدرب لهولندي مارفك ليس من المدربين اللي يقبل حتى في التدقل في عمل لا بس قبل حتى لو جاء حتى لو جاء مجلس إدارة جديد وكان فيه يعني تغيير في تغيير في أو محاولة تغيير في بعض برنامج منتخب المعد مسبقا أعتقد أنه المدرب مرح يقبل بمفترض أنه لا يقبل شيئا لأنه هذا برنامج على مدى تصفيات صحيح على مدى سنة بس أحمد يعني مثلا مو عمل مجلس إدارة يعني كنتم مو عمل إداري مو عمل عمل فني العمل كلنا رأينا مارفك مدام الحديث عن مارفك يعني شفناها التصفيات الأولية عدم وجودها للمملكة يعني هذه هم من عمل التحاد السعودي هذا مالخص باللجان يعني هذه خطأ كان كبير وكان يكلفنا الخروج ممكن من تصفيات الأولية هذه ممكنة طب من بلد العقد موجودة أنه والله المدرب يشترط عدم تواجده ووافق على التحاد السعودي هذه عد هذه خطأ كبير هذا خطأ كبير جدا ما أعتقد أنه بذك الخطورة بس أنه عدم وجود المدرب عدم وجود المدرب في بلده وعدم وجوده في هذا خطأ كبير ممكن يكلف كل خروج أنا نقطتي أبو سيف أنا مقصدي أنه وجود مجلس حالي ورحيل مجلس وقدوم مجلس ما له علاقة ولا له تأثير لأنه موجودة الشخصية لا له علاقة ولا له تأثير في مسيرة المنطخب لأن البرنامج يعني معسكرة المنطخب معدة سلفا ومعتمدة ممكن يكون هناك تغيير في الخطة نفس الاتحاد يأتي يقول الخطة السابقة ما أرغب أنا أرغبك ما أرغبك ما أرغبك من النوع مدرب أوروبي مدرب هولندي صارم واضح أنه صارم ما أرغبك من النوع مدربين الذي يقبل بالتغيير هذا ممكن تقول له أنا أغير في برنامج يقول لك هذه ورقتي مع السلام صحيح أحمد أحمد يكفي مثلا أن النفس باتحاد جديد يكون وجود تعاد عن الاتحاد الحالي النفس الجديد هذا أنا أعتبره يعني باور أو دفع معنوية للجميع وجود اتحاد جديد أفضل من الاتحاد الحالي هذا بس النفس الجديد هذا الذي يأتي علينا هذا أعتبره شيء إيجابي أنا كنت أتفق مع أبو سيف في نقطة أنه مفترض يكون في لجنة هذه أنا أتفق فيها معك في لجنة تكون مشرفة على المنتخب تستمر معه لين تنتهي تصفيات طالبوا فيها طالبوا فيها بس ما ما أطبقت ولا أقررت الآن دورنا إحنا كعلمين وكجمهور المفترض أن ندعم المنتخب الآن وننسى كل اللي راح نحن قدمنا مبراتين مهمة جدا نبعد عن موضوع اتحاد عيد والمدرمين واللجنة مؤقتة والمشاكل اللي راحت اللي فات معت خلاص نحن ننظر للشي اللي قدام التركيز في مبراتين الجاية والمبرات الثالفة هي التحاد السعودي ما عليش التحاد السعودي عنده ثلاث مباريات المبراتين هذه الإمارات ومش الإمارات تايلند والعراق ومبرات فيه في أكتوبر بعد شهر بعد شهر والمبرات الرابعة بتكون في مارش اللي بتكون على وقت الاتحاد الجديد فالثلاث مباريات هذه ندعو الجمهور أنه يدعمون يدعمون المتخص كل التوفيق لصالح المملكة العربية السعودية ولا هو بلصالح شخص ولا هو بلصالح الاتحاد السعودي صحيح وهذا يعني أمالنا كلها بالتوفيق للأخضر إن شاء الله يوم الخميس لكن خلي بس ألك ببتال السيناريو المتوقع بوجهة نظرك الامبرات الخميس هل هناك حضور أم لا توقعك بالله حكم الأجوال حاليا وإجازة وحضور مجاني ومنتخب يعني تقريبا بكامل عناصره زاخر بالنجوم أنا ما أبقى أن يكون متفال مرة أقول ستين ألف بس المفترض أنه لا يقل عن خمسين ألف خصوصا أنه حضور مجاني المفترض أنه ما يكون أقل من خمسين ألف خمسين ألف يحضرون للنادي ما بألك المنتخب بس الحضور في الفترة الخيرة للمنتخب قليل في شح من الجمهور يعني يمكن نتائج غير مرضنة للجمهور لا بالعكس يعني نكون واضحين ترى يعني ما هو سر ولا هو عيب أن تقول الكلام هذا أنه جمهور الجمهور السعودي جمهور أندي يعني الجماهير بشكل عام الأولوية عندها النادي الغالبية أنا ما أقول كل وغالبية الغالبية تكون لها النادي وهذا ترى يعني شيء مبغريب حتى على مستوى العالم كل الجماهير على مستوى العالم عندها النادي هو الرقم واحد هو سبب يعني انتماءها للكرة القدم وثم المنتخب وهذه يعني أنا أشوف أنه يمكن اهتمامهم في الأندية والصرعات اللي كانت في بعض المراحل من المواسم الماضية والتنافس الشديد بين الأندية يعني ممكن يقول لك والله في جمهور نادي يقول لك والله أنا ما أحضر ما أختاروا سين من اللاعبين ما أختاروا والله نجمل فلاني كان فيه إجحاف من المنتخب أو لا؟ في الاختيارات في الاختيارات دائمك سألت أقول لي في عناصر صراحة يعني ما أقول لك ما تستحق الكل يستحق بها في شكل بس أنه في عناصر كان مفترض أنه كما كان عناصر أفضل منها طيب أبو سيف خلني بسألك نفس السؤال السيناريو المبارات الخميث كيف تشوفها؟ أو خلني أسألك المبارات تايلند أصعب من العراق كون هنا البداية أو العراق كون منتخب عربي ومنافس لا منتخب العراق أصعب أصعب من تايلند أنا شهدته في منتخب تايلند أمام قطر خسر المبارات بالثلاثة يعني هو منتخب متطور والكل يتحدث عن أنه فيه تطور كبير في مستوى أنا أرى إن شاء الله أن المنتخب سيكسب النقاط الثلاثة في المبارات هذه توقع الشخص في العراق أما في العراق فهذه المبارات صراحة تحمل أشياء كثيرة وأتمنى أتمنى يعني يملكون يستحضرون لعيبتنا خبرتهم في هذه المواجهة لأن هذه المواجهة يعني خاصة مصيرية مصيرية وخاصة ويمكن الآن العراقين ينظرون لها نظرة خاصة فأتمنى يعني لعيبتنا يعني يستحضرون خبرتهم إن شاء الله انكسبنا النقاط الستة هذه القادمة إن شاء الله تكون البداية خوية فإن شاء الله صحيح لكن أبو بتال العراق كيف تشوفها أصعب من تايلند طبعا لكن البداية من تايلند البداية أنا لماذا قلت لك على أرضك أنا قلت التدرج في المبريات كان من صالح المنتخب ومن فرض المنتخب أن يشتغل النقطة هذه واللاعبين يكون عندهم معي كامل إحنا ما بدينا مع اليابان ولا بدينا مع أستراليا إحنا بدينا على تايلند في الرياض في السعودية سواء في الرياضة أو في كل مناطق المملكة عزيزة وغالية علينا بس أنه تكون تأتيك الفرصة هذه أنك تلعب مع منتخب أقل المكانيات محترامي يعني تاريخ المنتخب التايلندي حتى وأن كان متطور ما يقارن تاريخ منتخب السعود كامكانيات وكعناصر حتى على المستوى الفني يعني لا جدال أنه النقاط الثلاث هي الأهم في مباراة تايلند بالنسبة المنتخب العراقي العراقي طبعا يعتبر منافسة الآن ومنافسة شرس سبق أنه كان فيها نهاية الشهيرة وهو نهاية كاس آسيا 2007 من بعدها يمكن عودة المنتخب العراقي المنافسة بعد غيار طويل في 2007 ومات لها يعني كان فيه في منافسة شرسة بين المنتخب السعودي والعراقي يمكن حتى شفنا امتدت إلى الإداريين يعني رئيس التحاد العراقي ورئيس التحاد السعودي يعني كان فيه يعني كشوف المباراة العراقي أصحب مباراة العراقي طبعا من الناحية من الناحية الفنية ومن الناحية حتى حتى النفسية لللاعبين أخو يحمد لي خصوصياتها المباراة هذه لها خصوصية خاصة بالنسبة للعراقيين هم بالذات أما المنتخب العراقي ترى الآن يمنتخب يملأ عناصر شابة ليس المنتخب القوي في الفترة نعم المنتخب العراقي يعاني هبوط في مستوى لكنهم هم ينظرون لها نظرة خاصة هذه هذه تشكل صعوبتها بس فاتم يعني وجود الخبرة للعيبتنا يعني مهم في هذه المباراة نحن ما ننظر مباراة خاصة وغير نحن ننظر المنتخب هم ينظرون لها هم ينظرون لها طيب خل في مشاركة في الهاشتاغ من ماجدة توافقك أستاذ فهد وكثير من الرياضيين طالبوا فصل المنتخب الأول عن اتحاد القدم والله كنا نتمنى هذه الخطوة لكن كنا نتمنى هذه الخطوة وهي موجودة ترى في بعض الدول في أوروبية موجود هذه الطريقة الله يوفق المنتخب إن شاء الله يوم الخميس ومباراة العراق أيضا ننتقل للمحور الآخر من هذه الحلقة اللي هو دور الستة عشر مسابقة دولي العهد اليوم تمت القرعة وصار في مفاجأت في القرعة تشوفها ببوتالة أو لا تشوفها؟ إلا عندي قدامي وش المفاجأة في القرعة؟ ما شوف فيها مفاجأة؟ بالعكس المواجهات متوازنة بالهلال والنصر مباراة مخارج أرض أي ممكن يعني ممكن تكون مفاجأة من الوطني ممكن تكون مفاجأة من الرائد الرائد صعب على الأرض لا أعتقد بالعكس تركيبة قرعة كاسب للعهد في السنوات الأخيرة في دور الـ 32 دور الـ 16 ما يعني ما نشوف مباريات من العراق فقيل لأنها قرعة موجهة وليست قرعة مفتوحة يمكن دور الثمانية لو قلت لي يمكن دور الثمانية يكون فيها مواجهة مرتقبة نقول نهاية مبكر أو نهاية خلنا نسميها نهاية مبكر اللي هي ممكن تكون الشباب والهلال إذا فازي الهلال للرائد وفازي الشباب على الأرض هذه مواجهة مرتقبة في دور الثمانية هذه ممكن تكون فيها شوية إثارة يعني تكون تنافس بين الشباب والهلال سامي الجاب المدرب للنادي الشباب يعني هذه ممكن تعطي وهج وإثارة للمباراة أما يعني بقية المباراة أتشوف أنها يعني متوازنة كيف تشوف القرعة أبو سيف أنا أشوف مباراة الهلال والرائد الرائد سيكون نت صعب للهلال أنا شاهدت فريق الرائد في كاس ولي العهد ومبارته فريق صراحة صعب جدا ويريد أن يعمل شيء في هذا الموسم ربما يجد الهلال بعض الصعوبة في هذه المباراة خصوص أنها خارج أرضه أما في مباراة النصر أتوقع النصر يعني سيحسنها مبكرا طيب القرعة ما فيها لا ديربي ولا كلاسيكو تخفف الضغط على الأندية طبعا في المراحة تريح الأندية يعني معناته أننا نرى تدوير في اللاعبين المفترض مفترض يعني عندك مثلا بالذات الأهلي والهلال اللي عندهم مشاركات خارجية ممكن يكون في تدوير بالضبط الأهلي والهلال لا خلني أقول لك الأندية اللي هي تعتبر جهزيتها عريزي الأهلي والهلال عندهم عناصر بديلة على المستوى علي يجي بعدهم النصر والاتحاد والشباب بس ليش أنا قلت لك الأهلي والهلال الأهلي والهلال مفترض أنهم يلعبون في البطولة هذه يعني بتشكيلة تكون ما هي بالتشكيلة الأساسية تعطي فرصة للبودلة بحيث أن أنت تكسب تكسب لعبينك ثقة في في مباراة مهمة ومباراة رسمية ويعني يكونون جاهزين في حالة إصابة أي لاعب من الفريق الأساسي حنا نشوف في الدوريات الكبرى الدوريات الأوروبية كثير من الأندية تركيزها على الدوري والشابيز ليك دور الأبطان مباراة الكووس تكون فرصة ما عندها دور الحاسم يعني الفريق اللي يوصل دور الأربعة الفريق اللي يوصل الفاينل هنا ممكن تكون تركيز عليها يعني يكون منصب من الجماهير حتى من النادي نفسه وإنه يلعب بالتيم الفريق الأول لكن فقافة التدوير موجودة عندنا الآن في دور السعودي يعني نوعاً ما مش كل الأندية عندها الإمكانيات والقدرة لها تسوي تدوير يمكن الأندية الكبيرة ضغط المبريات يعني يجبر الأندية على التدوير الضغط الحاصل الآن والضغط الإعلامي عليه الأندية واللاعبين الأندية الكبرى تكسر صحيح يجبرها على التدوير هذه موجود حتى في أندية كبيرة في أوروبا والعالم لكن ممكن نشوف الأندية التي تبغى المناطق الساخنة في الدوري ممكنها تعمل تدوير ستعمل تدوير مجبرة في هذا الأمر أنها ستعمل التدوير هذا وشاهدنا بعض يعني رأينا النصر يمكن سنة الموسم الماضي أو اللي قبله عمل تدويره في بطولة تاسية في مباراة أهلولة يعني في بطولة مهمة جدا وعمل التدوير الضغط بمباريات والضغط على اللاعبين والضغط الإعلامي الآن في الوقت الحالي هو من أتى بالتدوير طيب عادة يكون فيه مفاجآت في كاسه لله من تتوقع خلي قول حصان الأسود في البطولة والله حسب الجاهزية وحسب المعسكرات وحسب أنا شوف أنا دائما يلفتني فريق الفيصالي صراحا الفيصالي رغم يعني قلة إمكانياته المادية وقلة الدعم الجماهيري يعني من أقل الأدية أي مباراة رفا الفيصالي تلقى الحضور الجماهيري جدا قليل ولكن فريق عنده نفس وعنده يعني يعني إمكانيات يعني كمله ثمان سنوات تقريبا في الدولة المتازة حتى الآن يعني عنده جلد على المنافسة ممكن أنه يعطل الهلال ممكن يعطل النصر وشفناه في المواصل الماضي حتى في الدولة كان يقف ندل أندي الكبيرة فأنا يمكن أشوف الفيصالي رقم إجحاف جماهيره وعدم حضورهم وعدم دعمهم للفريق هذا لأنه يشوف أنه هو الممكن يكون مارد البطن أنا لو تسأل الحصان الأسود تعرف الحصان الأسود الباطن بحكم يستطيع يستطيع الباطن يستطيع الباطن يملك الإمكانيات يملك يملك الرحل قتالية فاجأنا مفاجأة لكنها كانت على أرضها يمكن الآن التعاون بالقصيم يفرق بالقصيم الباطن سيعضع على بصمة في هذه البطولة يمكن لو كان لو أتيح يمكن الباطن أنت سمحت لي أبو سيسة كان يعني ظلم صراحة في في مشاركته هذه يعني ممكن لو طبعاً الأحداث هي هي اللي وضعت الباطن في دول الجميل تعرفون والتأخير برضو تأخر فيه تأخر في الأعداد ما أقول تأخر في الأعداد لأن العداد لم يكن في المستوى لكن الآن عندما عسكر خارج الحين يعني ممكن أنه يرجع جاء بأكمل جهن حتى على مستوى التعاقدات يعني أنت لما لما تعمل مثلاً على أعداد فريق من نهاية الموسم الماضي يعني فيه فرق بدأت من أعدادها من الموسم الماضي يعرف أنه في دول جميل وحددت المراكز التي تحتاجها حددت اللعبين المحترفين المحليين التي تتعاقد معهم يمكن هذه الأمور ما ساعدت الباطن ولكن أظهر لنا صراحة شراسة في مباراة الهلال ومباراة الشباب أتوقع أنه صراحة أحمد أن الباطن يملك سلاح قوي ربما يعني ينقص أقلب عنديتنا الروح القتالية والإدارة مع المدرب مع الجمهور مع الجو العام في الباطن يريدون أن نعمل شيء هذه البطولة فهذه السنة الموسم هذه الروح القتالية والحماس موجود لدى الباطن بشكل مطبي يعني قريب من الحدث ربما يعني هذه سلاح قوي متعصب شكلك متعصب لا ولله متعصب بس قراءة للمشهد يعني فيه روح قتالية وفيه حماس وفيه عمل جاد الآن ومن أول مباراة ظهرت في مباراة الهلال صراحة كان يعني أتعب الهلال حتى الدقيقة يمكن حتى نصف الشرط وفاجأت ضد الشباب كانت ضد مباراة كلنا رأينا يعني تصريح رئيس النادي قال الأهم الأكبر في هذا الموسم البقاء رد المدرب ثاني يوم قال لا تحقيق مركز متقدم لا واقعيا أنه البقاء باقي المباريات بشكل سريع يعني إذا تبينا أرشح مثلا مباراة الوحدة والخليج يمكن الخليج أقرب الوطني النصر النصر الشباب نجران الشباب الرائد الهلال الهلال التعاون الباطن عشان أبو سيف نقول الباطن النجران والشباب قلت الشباب الشباب نجران ممكن يسوي مفاجعة والله بالوضاع الحالية النادي نجران ما أعتقد أنه حتى مشاكل الموسم الماضي ما زالت مستمرة التدريب فيه بس كان يقدم كرة كويسة الموسم كان يقدم يعني على أمل البقاء فيه يمكن انتابهم نوع من الإحباط صراحة بعد بعد موسم طويل الموسم الماضي كان كان كوارثي نجران تعرف أنه كان يتمرن في جدة ويلعب براته في جدة يعني ما كان في استقراره حتى الآن ترى وضعهم ما زال مستمر في الحالة هذه فأتمنى له التوفيق إن شاء الله نجران بإذن الله إن شاء الله التحدي القادسية والأهلي والفيصلي يعني يعني يمكن أن أقولك الفيصلي هو اللي ممكن يكون صعبة قدام الأهلي بس أبو سيف قراءه بشكل سريع الرائد والهلال الهلال بصعوبة بالقة جدا الأهلي والفيصلي الأهلي سيحسم اللقاء الوطني والنصر للنصر الشباب ونجران الشباب هجر والفتح الفتح أما التحدي القادسية سيفوز في رقل التحدي يعني لندي الكبيرة كلها ستتفوق لن تكون هناك مفاجآة في سؤال جاني التعاون والباطن الباطن في سؤال جاني على الباطن حاط رقم 24 يقوله بسيف في رأيك الباطن عنده شيء الموسم الحالي أنا أكد وأجزب أن لديه سيكون رقم صعب في الباطن هذا الموسم طيب وسبب انخفاض مستوى التعاون برأيك والله فريق التعاون سراحة اللازم لازم يكون هو لديه بطولة أسيوية كبيرة يعني أنا أشوف الأعداد السيء كان سبب في هبوط مستوى التعاون طيب خلص من محور قراءة دوري أو عفوا كأس ولي العهد دوري 16 وننتقل إلى أخبار الملعب أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد على توحيد الصفوف خلف منتخبنا الوطني وعند الانتقادات في هذا الوقت غير مجدية متفائلا بوصول الأخضر إلى مونديا روسيا وأضاف أن تغيير السططال العديد من الاتحادات في المملكة خلال الفترة المقبلة ومؤكدا أن مشاركات المنتخبات الوطنية في أولمبياد ريو 2016 كانت مخجلة دع رئيس الاتحاد القدم أحمد عيد جماهر الكرة السعودية إلى الوقوف خلف المنتخب في لقائه المقبل أمام تايلاند وأوضح أن عقد رعاية المنتخب يمتد لثلاث سنوات مشددا على أن الاستفادة المادية من هذه الشركة كبيرة جدا وكافية للصرف على الاتحاد التقى رئيس الاتحاد القدم أحمد عيد رؤسى أندية الدرجة الأولى ظهر اليوم في مقر الاتحاد بمجمع الأولمبي بالرياض حيث تم مناقشة عدد من المواضيع التي تقدمت بها أندية الدرجة الأولى وفي طريعتها المخصصات المهلية قال رئيس الجنة المسابقة أحمد العقيل أن فريق عمل تحسيبيات الملعب أنها عمل تسعة شورت تجول خلالها الفريق في جميع ملعب المملكة وأن الفريق اجتمع مع مدراء الملعب والشركات المشاغلة والإعلاميين وأخرجوا بكمية كافية من المعلومات وأوضح أن هناك اجتمع موسع بعد الحجم مع الجهات الأمنية لوضع نظام موحد على جميع الملعب في المملكة وصل المنتخب السعودي الأولي كرة القدم مسال يوم الأحد تدريباته على ملعب تدريب كرة القدم بنادي الشباب استعدادا لمواجهته القادمة ماما منتخب تايلند في الأول من شهر سبتمبر 2016 أصدرت لجنة المسابقات اليوم جدوى الموعد وأماكن إقامة مباراة دوري 16 من مسابقة كأس ولي العهد أهلا بكم من جديد ومشاهدين الكرام نذكر بهاشتاق البرنامج برنامج الملعب الذي يظهر على الشاشة الخبر الأول ببتال ودي أنا أقشى معك بس بشكل سريع لأن ما عندنا وقت عبد الله بن مساعد الرئيس الهيئة العامة للرياضة في الخبر يقول توحيد الصفوف خلف متخبرنا الوطني وأن الانتقادات في الوقت هذا غير مجدية أتفق تماما على سمو الأمير زي ما قلنا حنا في داتة البرنامج أنه اللي فات مات اللي راح راح فالآن مفترض أن يكون تركيز كامل جمهور وإدارة ولاعبين وكل يعني كل مواطن أنه يكون تركيز على المبارات هذه في حد في التصريح أن التغييرات ستطال العديد من الاتحادات في المملكة خلال الفترة المقبلة ممكن إذا أخفق اتحاد عيد ممكن أن خلاص أصلا يعني حتى لو ما بقلنا ثلاثة شهور يعني الانتقابات بدأت يوم الخميسة الماضي الفترة اللي هي المحددة بنهاية المجلس الحالي للتحاد السعودي القدم اللي هي في ديسمبر ما أعتقد أنه حتى مش يعني مش ما أعتقد أنه قرار صعب خلاص يعني التحاد السعودي للكرة القدم الحالي مجلس الإدارة الحالي يكمل فترته وكثر الله خيرهم وننتظر إن شاء الله مجلس إدارة جديد برؤى جديدة وبفكار جديدة إن شاء الله يمكن ترى يعني الاتحاد الحالي يمكن كتجربة أولى تعتبر يعني قياسا بالأحداث اللي وردت فيها تعتبر أنا أعتبرها يعني جيدة إلى جيدة جدا يعني كتجربة يعني أنا أعتبرها عندك تاليك جيدة جيدة لا بالعكس أحتنا مرأي أخوي أحمد بس لأنه أول مجلس منتخب المجالس السابقة كانت بالتعيين فهو أول مجلس منتخب اللي شفناه بالانتخاب وشفنا العشوائية والكوارثية يزيل التعيين نحن الآن خلف المنتخب ما ندخل لا فأحمد عيد ولا في اتحاد جاي ولا اتحاد رائع هذا المطلوب من الجمهور ومطلوب مننا كأنامين وأتمنى وأتمنى من الجمهور السعودي بس يحضر لأنه الرغم الصعب إن شاء الله والمنتخب محتاجين والله محتاجين كاس العالم وهذه مطالبة يعني التقرير الجميل اللي يعدوها فريق الاعداد يعني صراحة أثار فينا الشجن وعودة الأخضر إن شاء الله الكل يبحث عنه وهذه مطالبة الرجل الأول في الرياضة سمو الأمير عبدالله بن مساعد يعني بتصريحها توحيد الصفوف خلف المنتخب إن شاء الله أنا أعلى أنا أمم تأكد وأجزم أن الجميع الجميع خلف المنتخب والجميع يحب المنتخب لأنه يمثل بلدنا ولكن إن شاء الله إن شاء الله النتائج الزينة في مبرتين القادمتين هي إن شاء الله مع تراكميا إن شاء الله سيكون الحضور أقوى والحملات ستزيد وأشكر أندية الهلال والنصر والفيسلي والرائد وأتمنى من الجميع يعني أربع أندية بس مشت باصات أتمنى من الجميع أين الأندية الأخرى حين نملك أكثر من فوق مية نادي يعني أين أتمنى مسؤولية اجتماعية ومسؤولية الأندية هذه حضور الجماهير تسير حملات أنا بس نتغيير سيضاء لكل التحدات أنا أعتقد سمو المينة عبدالله المساعد ما يقصد ما عندي وقت رقم سنة ثانية بس ما أتوقع أنه يقصد لتحدث سعود الدكتور سؤال أخير يقصد لتحدث لعب المختلفة الثانية تايلند المنتخب كم نتيري تتوقع ثلاثة واحد موسيف ثلاثة صفر إن شاء الله بإذن الله كل الشكر والتقدير لكم شكرا جزيلا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم مشاهدين الكرام حتى الغد نلقاكم شكرا لكم 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 شكرا لكم